في الصراحة هي فرحة كبيرة بعد سنوات انظموا هذا الكأس الغالية والذي كانت تمنى انظروا بها لانه سينظمها في بلدنا لانه دول اهم لانه مسألة تنظيم كانت مسألة دي الوقت لانه مجاش غير صدفة فكان هناك خطة استراتيجية على مدار سنوات منها انفتاح دينا على الدول الافراقية عقد عدة شركات مع دول جنوب الصحراء وما يخفش عليك بانه المنتخبات اللي كانت قام العفاكة لعفر المغرب وشفنا الحفاوة والاستقبال دي الهدى الدول فتنظر بانه اذا بيتتنظم بكاسفة لازم ان تكون علاقات وهي وطيدة وهذا الشي اللي حصل لعدة سنوات منذ تولي سير قجع على رأس الهارة بجميع المالكين المغربية فصراح هذا الرجل اللي اصبح قوي يعني فالكاف ماشي بب قوي بالكفاءة دياله يعني بالكلمة دياله اللي ولات فتنظر بانه كيفما قلت لك كان هناك واحد تخطيط واحدة استراتيجية اللي دابت عدة سنوات منسوش كذلك البنية التحتية من مكان اضع البنية التحتية منشغل الملاعب اللي غاد يكون في اعلام و الساوى اللي يتم تجديد دياله كذلك الملاعب الرياضية الموانئ الطورق السيارة بطارات الفنادق في اعلام و الساوى فتنظر بنا هذه كلها كتغمس الى ديال الوقت باش انه يعلن الكاف تنظيم كأس امام افرقية الفائدات المغرب فصراحة كان هناك عمر جبار كان شكر جميع المسؤولين اللي صراحة داروا الجهود ديالهم باش انه ينظموا هذا كأس اللي سهل المغرب انه ينظمها نظرا العلاقات دياله الاستراتيجية مع دواجانه بالصحراء و كذلك كيفما قلت لك البنية التحسية اللي اعلام الساوى فكان اقل حاجة هو انه ننظموها الكأس هذي اللي كاكي سنوها المغاربة و انتمنوا انه ان شاء الله ما شغل ننظموها و كذلك نضفروها الكأس هذي المغاربة